اشتركوا في القناة النظام الجزائري او الجزائر ما حضرتش وطبعا هناك تزيد الجزائر كتوضع نفسها فحد العزلة مقيتها وكتزيد كتتأكد العقدة ديالها امام المغرب فالعقاد هاد المنتدى والدورة السادسة في الركش تم الاتفاق عليه في 2019 يعني تم الاتفاق عليه منها بشي حاجة جديدة ولكين يعني من بعد كورونا ودورة ديالكورونا يالله اليوم عد استطعوا انهم اجتمعوا واليوم جزائر غائبة وما دلت تتبشي تصريح وما خرجت تتبشي بلاغ وما قادش قاع لاش نهائيا يعني بغت تبين بانه لا حدث هو حدث كبير لاش حدث كبير حدث كبير لانه يقع عند الجار وكي حضر فيه الشارك الروسي للجزائر بمعنى انه الجزائر كتنتمي الى المعسكر الشرقية حصراه وكي نعود تاني دول عربية بمعنى انه القيمة ذي الحدث منتدى التعاون العربي او الروسي العربي حاجة كبيرة افن اش بغت تقولنا الجزائر بغت تبين بانه غضبانا من روسيا حيك ما دخلها بغت تبين بانه هي ضد هالدول العربية اللي حاضرها وضد الاتجاه ديلها بغت تبين بانه انها ضد المغرب ضد التقارب المغربي الاماراتي هي كان مشكلة اماراتية في الجزائر وخاصة طهف الوقت لالقيت صالح تقارب المغربي الاسرائيلي كان تقارب الاماراتي الاسرائيلي والجزائر ما قلت اشي حاجة بالعكس التعاونات مع الإمارات وتركيا وتركيا والرئيس الجزائري مشال تركيا وكين دول مصر كذلك يعني كلهم عندهم علاقات مع إسرائيل علاقات رسمية مع إسرائيل وجزائري ما قلت اشي حاجة إذن فين كين مشكل بالضبط أخوتنا ردين كما نقول لكم مشكل في عقزتها تجاه المغرب ما أخصت بيين حتى اشي حاجة لصالح المغرب ما أخصت بيين قاعد اشي حاجة بأنك تعترف منزلة المغرب ما أخصت بيين قاعد بأنه راها رضي عن المغرب تخصت دائما وخاصة في اللقاءة العالمية بحالك أخصت دير المواقف باش تبين بأنه اشي حاجة باشي هذه عن المغرب وهذا المنتدى دي التعاون الروس العرابي يركبين المكان دي المغرب وكين شوفوا كيفاش اللقاءات التي يحتضنها المغرب والاجتماعات والناس يعني دول ومؤسسات تفضل الاجتماع في المغرب وأن المغرب يقوم باحتضان اشي مع الدولة نظران للمكان دي المغرب وتبارك لله الأجواء دي الأمن والاستقرار وتنظيم محكام والاحترافي وتعايش لكيف المغرب وحتى انفتاح الإنسان المغربي وانفتاح المغرب على التقافات وعلى كل الحساسيات ما عنده تشي إشكال بمعنى أنه بلد مضياف مش يغيف كارنضياف وارك مضياف حتى في التعامل ديالو نفيتاح ديالو هاتشي مشي عند الجزائر واليوم الجزائر كنت تأكد على أنه المغرب قفز واحد قفزة كبيرة خاصة بعد القرقارات وأنا نأكد على هذا القضية أنه مغرب قبل القرقارات بشي هو المغرب ما بعد القرقارات بعد حدث القرقارات المغرب الحمد لله يتبوأ المكان اللائق به وهما عارفين هاوك يشوفوها وباغين يفسدو هاد الحلاوة هالشهادة وباغين يبينو بأنه المغرب رامشوقو هاداك وباغين 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 وكل ما دروا هالشهادة كل ما عزوا نفسهم وقداش ما عزوا نفسهم وقداش ما دروا هاد الوسائل الدنيئة وقداش ما عطبر هالمغرب تحفيز بالنسبة له وزاد في مسير ديله وما يتلفتش بحل هات طرهات كما كان نقول دائما أسبع ما يتهوش بتبع بيع النعاج نهائيا إذا المغرب غالف طريقه تحت قيادة رشيدة للصاحب جلاله المالك محمد السعلي صلى الله وهما ما غير دي وغير برد شكرا لكم السلام عليكم وعليكم الله تعالى وبركاته